نرحب بكم اليوم من مدينة جدارة أمقيس في أقصى شمال المملكة الحقيقة احنا اليوم في هذه المدينة الخالدة مدينة الفلاسفة والأدباء والعظماء في هذه المدينة التي كانت تعج بشعراء والأدباء والفنانين والفلاسفة إنها جدارة أثناء المشرق العربي جدارة المقدسة جدارة موطنة هذه المدينة الخالدة بأبنائها وأثارها وروعتها لأخال مكانا في المشرق العربي يضاحي جمالها بحيث أن جمالها يشرف على كل حدود الوطن من القلب إلى القلب ومن الروح إلى الروح ومن العقل إلى العقل يا أيها الناس تعالوا إلى جدارة ترجمة نانسي قنقر